وقع مساعد وزير الخارجية ومنصق عام الشقين التنظيمي والمالي للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ السفير أشرف إبراهيم وقع مع إحدى الشركات العاملة بقطاع الاتصالات مذكرة تفاهم تكون بمقتضاها الشركة شريكا لاتصالات الاستراتيجي لمؤتمر كوب 27 والذي ستستضيفه مصر بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل وشدد السفير أشرف إبراهيم على أن هذه الشراكة تبرز التزام الشركة بمواجهة ظاهرة تغير المناخ من خلال سياسات جدة لتعزيز التزامها بالعمل المناخي